قراءة في أهم ما تناولته الصحف منطقة شرق أوروبا في بولونيا نقرأ على يومية في بوليتيسيان طريقة التصويت الجديدة في الانتخابة الرئاسية القادمة أخذة في التحقق بعد مصدقة أعضاء الغرفة الأولى من البرلمان على مشروع تعديل القانون تقدم به الحزب الحاكم ليبين بالملموس إسراره على إجراء الجولة الأولى من هذا الاستحقاق في العاشر من ماي المقبل المحدد سلفا أو بعد أسبوع على هذا الموعد على أقصى التقدير في روسيا نفى الكريملين بشكل قاطع من حول حق في استضافة كأس العالم 2018 بعد تقديم رشوة لممثلي الفيفا على يومية كوميرسانتا المتحدث باسم الكريملين وردا على الاتهامات الصادرة عن النيابة العامة الأمريكية أكد بحسب اليومية أن روسيا حصلت قانونيا على حق استضافة كأس العالم ولا علاقة لها بأي شكل من أشكال رشوة في تركيا نطلع على يومية يينيشفق تأكيد مسؤولين في إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية كل مراكز إيواء اللاجئين ومراكز إعادة طالبي اللجوء من أي إصابة بفيروس كورونا وحسب اليومية فقد تم اتخاذ كافة تدابير الوقاية من الإصابة بالفيروس في هذه المراكز من تكثيف عنشطة التعقيم وفرض ارتداء الكمامات إلى جانب زيادة التوعية بالنظافة الشخصية وإخضاع الوفيدين الجدود في 28 مركز للحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوماً في نمسا أبرزت يومية أستيريش أن ارتداء الأقنعة الطبية الواقية بات أمراً إلزامياً بكافة المرافق والفضاءات العمومية وليس فقط بالصيدليات ومتاجر المواد الغذائية اليومية أوضحتنا القرار دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي وبدأ تطبيقه بعشرة ألاف من مراكز تسوق بالبلاد قبل أن يصبح سرياً مفعول بوسائل النقل العمومية وكافة الفضاءات العامة بالولاية الفيدرالية وعلى يومية كاثي ميريني دعا وزير المالية اليوناني نضرأه في منطقة اليورو إلى التحلي بروح من التضامن في اجتماع مجموعة اليورو والمصدقة على خطة عمل المحافزة تدخل مزيد من السيول للاقتصاد اليومية سجلت أن وزراء المنطقة مطالبون بالبحث عن حلول وسط صعبة حول خطة دعم دول الأعضاء المتضررة من الوباء